تالت المباريات النهاردة كانت مباراة الجولة الأولى وختام الجولة الأولى من المجموعة الأولى اللي مبارح فيها كودفوار كيسب غينيا بيساوي النهاردة نيجيريا تعادل مع غينيا الاستوائية بنتيجة واحد واحد ونقف عند المباراة دي شويتين نتكلم فيها كده بنظرة سريعة يعني مبدايا سلفادور هو اللي سجل في دياس 36 لمنتخب غينيا الاستوائية وفيكتور قسمين أفضل لعب في أفريقيا هو اللي سجل التعادل بعدها بتلات تاربع ثواني يعني راحوا سنتروا وسجلوا هذا في التعادل وزي ما بنقول لكم بقى يعني إنه ما فيش كبير غينيا الاستوائية النهاردة أي نعم حارس مرماهم هو اللي أنقذهم لأنه اللاعب اللي قدامكم ده فيكتور قسمين مضيع لوحده ثلاث انفرادات منهم انفراد من نص الملعب تقريبا رايح براحته خالص فاختار التصويب خارج الإطار لكن منتخب غينيا الاستوائية عمل شوط أول رائع رائع واللعب ده عايزة فعنده شوية اللي سجل الجول بتاعهم سلفادور ومتستغربش من أسمائهم اللاتينية هي دولة بتتحدث اللغة الإسبانية يعني فهم يعني دولة مستعمرة كانت إسبانية لسنوات طويلة وبيتكلموا إسباني اللاعب ده سلفادور إيبان سلفادور كان لو رجعنا تسع السنين لورا هنلاقيه برضو ان احتفل احتفالا شبيها لكن كان أصغر بكتير حتى هبص على الفرق بص كان برضو مسجلهم جول تاني فازوا بيه ضمنوا بيه الفوز وبالتالي التأهل ضمن مجموعة في أرضهم 2015 على فكرة غينيا الاستوائية أربع مرات شاركت في قوم أفريقيا منهم مرتين عشان هما المستضيف مش عشان هما جمدين يعني فمرتين بس اللي راحوا بتأهلهم وفي النسخة بتاعت 15 دي من المفارقات يعني راحوا بعد ما المغرب لو تفتكروا قصة وباء الإيبولا اعتدرت قالت مش هننظم فراحوا موديينها لمنتخب لغينيا الاستوائية تستضيفها فاستضافتها فغينيا الاستوائية شاركت فيها وهي أصلا كانت ممنوعة من دخول التصفيات بسبب أنهم أشركوا لاعبا غير مؤهل فاشوفوا المفارقات وساعتها عدوا من دور المجموعات وكده كده معروف أن غينيا الاستوائية لما بتدخل البطولة بتعدي دور المجموعات يعني تاريخيا بيتقال كده عموما إبان سلفادور عمل ماتش كبير النهاردة وسجل هدفا كما سجل سابقا لكن مش هو اللي يستحق الإشادة الأساسية وإن كان أكيد يستحقها لكن الإشادة الأكبر راحت بعد المباراة لحارس مرمى منتخب غينيا الاستوائية اللي توجى رجلا لمباراة النهاردة وتعالوا نستعرض أرقامه الأول هو ليه رجل المباراة تصدى لست كرات إنقاذات من داخل منطقة الجزاء خمسة لمس الكرة 51 مرة استخلص كرتين التمريرات الدقيقة 17 من 34 بنسبة نجاح 50% لكن هي القصة الأساسية في كيف أنقذ مرمى من انفرادات محققة عقد فيكتور أسمين النهاردة جيسوس أونوو اللاعب ده ليه قصة طريفة جدا جيسوس أونوو هو على فكرة بيرعب في ألابيش في الدوري الإسباني ما بيرعبش أساسي بيرعب بس ماتشات الكاس لعب ثلاث ماتشات السنادي واخد فيهم كلين شيت في الثلاث ماتشات وتأهل ألابيش لكن الأساسي بتاعهم هناك في فريق ألابيش هو الحارس الإسباني سيفيرو سيفيرا عفوا الحارس ده من القصص الطريفة في حياته أنه في نسخة 2015 دي نفسها لما عملوا أداء جيد وبعدها راحوا لنسخة 2021 اللي فاتت لو تفتكروا هم عدوا من المجموعة اللي كان فيها منتخب الجزائر كيسبو الجزائر واتغلبوا بهدف مبكر من كودفوار وكيسبو سيراليون فتأهلوا كتاني حتى مش كأفضل توالد وساعتها الحارس ده راح بيهم للدور اللي بعده وشلوهم ضربتين ترجيح في ماتش مالي في الدور الإقصائي الأول فتأهلوا فدخلوا لعبوا منتخب السنجال قبل ماتش السنجال اللي خسلوا 3 واحد بالعافية برضو كانت واحد واحد لحد آخر ربع ساعة راح نائب رئيس دولة غينيا الاستوائية نزل تغريدة على صفحته على تويتر وقتها اللي هو اكس حاليا وكتب فيها ايه بقى بالإسباني كتب لهم فيها هذه الرسالة اللي قدام حضرتكم بيقول فيها ايه بقى انه لو الحارس جيسوس وونو عرف انه ياخدنا لحد ما نكسب بطولة أمم أفريقيا انا هتديله القفاز ده اللي هو بتاع مايكل جاكسون هو معاه هو معاه الرجل ده اللي هو ابن الرئيس وفي نفس الوقت نائب الرئيس معاه هو بي معروف عنه انه هو يعني سرق فاحش وانه هو بيحب الحاجات المقتنيات الغالية فراح اشترى قبل كده الجوانتي بتاع مايكل جاكسون النجم البوب طبعا الشهير اللي قمته بالكريستال هو 275 ألف دولار فقال له بما انه قفازك ده بينقزنا لو عرفت ناخد أمم أفريقيا هدهولك هداية فوعدوا بهذا الأمر وبيحاول انه يكرروا من جديد لو عرف يعملها لانه مش أول مرة عموما انه يهادي اللاعبين في حالة تحقيق النجاح لانه في 2012 كان قدى لكل لاعب 641 ألف جنيس ترليني كبونس بعد ما كسبوا ليبيا في أول مباراة ليهم في بطولة أمم أفريقيا فالحارس المتقلق ده النهاردة معروف انه بيتقلق ومعروف انه تقلقه بيجيب له هدايا يعني ده ما فيها قفاز كريستال بـ 270 ألف جنيس ترليني بتاع مايكل جاكسون من نائب رئيس دولة غينيا الاستوائية ترجمة نانسي قنقر